الروح لموضوع تاني لا يقل أهمية وهو صحة المواطن بشكل عام لأنه يمكن كتير قوي من المصريين أو الغالبية العظمى بيعانوا من سوء في الجهاز الهضمي تحديدا يمكن لأن المصريين بيحبوا الأكل بطبعتهم النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي يوم اتخصص للتوعية بأضرار ومخاطر أمراض البطن للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وده من خلال تناول الأكل الصحي الأكل السليم والاعتماد على الأكلات المعقولة علشان كده في صباح الخير يا مصر هنكتب روشتة روشتة دي نقدر من خلالها نوضح إيه هي الطريقة المثلة اللي نقدر نمشي عليها علشان نتجنب أي أضرار لقدر الله ممكن تحصل لنا حتى في المستقبل الروشتة دي اكتبها لنا النهاردة ضفنا اللي مشرفنا فيها للستوديو وهو الدكتور محمد دامنيسي استشاري الجهاز الهضمي بكلية الطب أسر العيني جامعة القاهرة أهلا بيكم دكتور في الحقيقة يمكن كتير من المصريين بيعانوا من سوق الجهاز أو عصر الجهاز الهضمي زي ما بيتقال إيه روشتة أو التوصية اللي نقدر نقولها لهم في هذا اليوم العالمي للاهتمام بالجهاز الهضم جهاز الهضمي بيبتدي من الفم ويبتدي فيه مجموعة من الغدد وفيه مجموعة من الأعضاء زي الكبد ليه دور مهم هو امتصاص الغذاء وتصنيع الفيتامينات يعني لو نعلم أن القولون جزء من المناعة الشخصية للحفاظ على الجسم يعني جزء من المناعة الزاتية لما نعلم أن عندنا أربع نوع من المناعة منها القولون القولون فيه نصف الفكر الساد عكس كده كل بيعاني شايف للقولون ده حاجة بتقرقه الحقيقة أبداً إحنا زمان في الماضي كان فيه ناس كمية الوفيات تأتي نتيجة قرحة المعدة إحنا ما كانش يعني ده حاجة غريبة جداً إحنا كان فيه حاجة اسمها التسمم الغذائي صحيح يعني فيه عندنا قرحة المعدة كانت تدي بحياة إنسان نزيف دموي وكان يختلط على الأمر طبع كان فيه أمراض كبد بيبقى فيها نزيف دموي عدد الناس اللي كانت بتموت من قرحة المعدة يساوي عدد الناس اللي كان بيموت من الكبد تخيل بهذا الرقم هو كلهم قرحة دموي ويساوي عدد الأمراض اللي كانوا بيموت من الضرر التاريخ كان غريب جداً لما نيجي نتكلم على الكبد ده جزء من الجهاز الهضمي كان فيه بالهاريسيا كان فيه حاجة فيروسات مازال حتى الآن فيه فيروس بيه في العالم أجمع الحمد لله مصر مفعلش هذا الكلام ومصر نجحت بفضل مبادرة سيد الرئيس وتوفير دواء فيروسي بشكل غير مسبوك أشادت به منظمة صحة العالمية وأشادت به الأمم المتحدة نفسها لأن المدة الزمنية اللي قاضينا بها على فترة فوقت القياسي تقريب حاجة غير مسبوقة الحقيقة يعني ديجي نتكلم على يعني ده ده التاريخ التسمم الغذائي التسمم الغذائي والجفاف وأمراض الإسهال اللي هي كانت لدى الأطفال ده يعني ده جزء من هذا الموضوع ده كان قصة وقافة كانت تقضي على كميات كبيرة من الأطفال والبشر مصر نجحت أيضا في هذا الأمر والعالم طبعا لما نيجي نقول أن محلول معالجة الجفاف ده أحل يعني أنهى قصص معاناة مع الجفاف وفقدان الأطفال القولوم في حد ذاته ده وظيفته امتصاص المياه وتصنيع الفيتامينات والتخلص من الفضلات ده اللي احنا شايفينه لكن هو جزء من الموضوع ده جزء من المناعة الذاتية فجهاز الهضمي فيه جزء كبير جدا احنا عندنا نص كيلو رقم غريب جدا نص كيلو من الجرسيم المفيدة اللي احنا بنسميها الكتلة الجرسومية النافعة للمناعة فالإخلال بيها بالإضرار بالمضادات الحيوية والإفراد في الفيتامينات قد يضر بيها مع نوعية الغذاء نعم الجهاز الهضمي بيمرض بعدة أمراض احنا قلنا التسمم الغذاء قلنا قولنا حلما ده أمراض الكبد الأمراض القولون جزء من الأمراض الخطيرة اللي هي بتواجهنا احنا بنعملها بأدينا هو الكنسر فيه أنواع يعني حاجات احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها الفول السوداني لو خدناها وفيه نوع من الأفلا توكسن أو دي اللي احنا أحيانا بنخزنه في البيت فيه ناس بتخزن دي في البيت فممكن يبقى فيه أفلا توكسن ده يؤدي إلى سرطان كابل تخيل أفلا وكميات قليلة جدا وما بنبقاش واخدين بالنا منها نوعية الطعم المقليات المخبوزات الحلوات احنا بنتناولها بشكل يومي المشويات اللي هو الشارنج اللي بيحصل الفحم التفحم والناس اللي بتقولك احنا هنأكل أكل سموج ده أكل مصرط للقولون وللمعدة ده أنا بحب الأكل سموج جدا بالنسبة لحريك الماضي اختلف طيب دكتور الناس كلها بتاعتكلم في موضوع التهبات القولون كل لما حد يبقى حاسس بشوية وجع في بطني يقولك أنا القولون عندي ملتهب أنا عندي التهبات عايزين نعرف هل ده أصلا حقيقي زي ما حريك بتقول القولون ده موضوع كبير يعني مش حاجة بسيطة كده في المعدة قدر أقول إن هي بتلتهب وإيه العدد بقى السيئة اللي احنا بنعملها بتؤدي للاتهابات الحقيقة أي ألم في البطن ما ينفعش أسميه قولون لإن إحنا البطن مقسمة من ناحية طبية إلى تسع مناطق على سبيل المثال الألم اللي هو حول السرة ده ليه تلتاشر سبب ما فيش منهم كلمة القولون الحقيقة فاللي عنده آلام في فم المعدة أنا مش عايش بس يعني أدوش الناس بس هندي أمثلة بعض الدكاترة بيستسهلوا بقى مش عياني حقيقة تقولي دي دايماً بيبقى التشخيص يقولك إيه ده في مشكلة في القولون وقولون عصبي دي تحديداً تلاقي أي حد مصري دلوقتي يقولك إيه أصلاً عندي قولون عصبي كل مصر بقى عنده قولون عصبي صحيح القوام القوام نفسه بقى أكسر ديون أو أكسر صلادة ألم في البطن مستمر يقل ولا يختفي بدخول الحمام وقد يكون معاك مخاطف حد ذاته كلمة مخاطف دي قد يكون لا ده قولون عندنا زوايد أو يعني حتى كراتيرياً مخاطف مرفوضة أخش الحمام محسش بإفراغ للبطن بالكامل وشرط تكون عمالة منذار قولون منذار قولون نستبعاد بقية الأسباب الأخرى لزي ما احنا قلنا كلمة المخاطر اللي فيها فمنين أنا أسميه قولون عصبي بالكشف الظاهري ده مثال طب عندي ألم في الجانب الشمال اللي هو أكسر شيوعاً هنسميه قولون حقيقة أنا عندي في الجانب الشمال من أسفل البطن سواء للذكور أو للإناس عشر أسباب الجانب اليمين حداشر سبب حول الصورة تلتاشر سبب القولون يشمل أربع أسباب بس من في الجانب الشمال ممكن نقول جيوب قولونية ممكن نقول زوايد وأورام ممكن نقول قولون تقرحي أو كرونز ممكن نقول التهاب قولون لينفوسيتي إزينوفيلي كولاجيني ممكن نقول نزلة قولونية ما فيه فيه نزلات معوية بتصيب الأمعاد دقيقة وفيه نزلات قولونية ده دول الأكثر شيوعاً نحن عندنا أمراض أخرى بتصيب ده أربع فقط من لكن فيه حاجة اسمها عضلة الصوس مصل ده ممكن يطلع عليها خرج ممكن يطلع عليها وراء ممكن يبقى فيه فتاء ممكن يبقى عندنا حالب ممكن يبقى عندنا أمراض النساء حوض ويطلع حاجة تانية خالص فمنين أنا أقول سميته أنا اخترت أن الألم ده قولون هل هي بالخبرة الحقيقة لا أنت النهاردة في 2022 كل حاجة بدقة محصوبة وتقدر تعمل لها إجراءات واضحة تشخيصية من كشف إكلينيكي وتحليل وأشعات للوصول إلى تشخيص يعني كلمة قولون عصبي الكريتيري اللي احنا قلناها دي كام واحد نفزها علشان يسمي أنه عنده قولون عصبي هو الحصن الحظ إن معظم الأمراض أو الأعراب بتبقى بسيطة لكن ممكن نتاجها لها أو نظن لتشخيص آخر ويطلع المرض حاجة تانية صحيح فلابد أن نحترم العرض ونحترم الشكل المرضي يعني أو الوصف المرضي وكثير مننا من الناس اللي هي بتعرض الشكوى مواطن عادي مش متخصص في قليلة الطب هو بيقول أنا عندي ألم صحيح فإحنا بنتهم المريض ونقول له لا أنت ما وضحت لنا أنا شويش حاجة اسمها كده هو المريض هيقول كلام محدد ألم فأنا لازم أفحص لكل الحاجات وما قلوش ده مش معنى أن أنا بتاع جهاز هضمي أبحث أسباب أخرى يعني أتأكد أنه جهاز هضمي وأودي للأشياء الأخرى يعني خصوصا عن مشكلة جرثومة المعدة ناس كثيرة قوي بتعاني منها أو ممكن تبقى بتعتقد أنها بتعاني منها فحبا حضرتك تعرفنا أكتر عنها الحقيقة جرثومة المعدة وقد وضع أكبر من القيماتها هي بتصيب 70% من سكان الكرة الأرضية يعني عندنا أي في كل عشر أشخاص عندنا سبع مصابين بجرثومة المعدة كلهم 90% بينهم بلا أعراض جرثومة المعدة هي عدة مئات من الآلاف ما فيش فيها غير نوعين اللي ليهم الخطورة والنهاردة بعندنا تحليل أكثر دقة اسمه H-Pylori Line Test ده بيحدد هؤلاء النوعين النوعين دول إذا استمروا في الجسم الفترة طويلة هم السبب في قرحة المعدة وقرحة الـ 12 تمثل تقريبا أكتر من 95% من أسباب قرحة الـ 12 و70% من أسباب قرحة المعدة ولقدر الله الأورام اللي بتحصل بعد ذلك سواء الأورام للغدد اللي ينفويع المبطنة لجدار المعدة والـ 12 مالترينفومة أو الأورام السرطانية التقرحية اللي بتبقى موجودة لأدينوكارسينومة لكن هي واحدة أكبر احنا الخطر لا يمثل واحد في عدة أصفار يعني قليل جدا وإلا كان العالم كل يوم بقينا نعمل تحذير ضد هذه الجرفة تم اكتشافها بالصدفة سنة 1959 إنها كانت من أهم أسباب ألقي الدمو وقرحة المهيكات من أهم الأسباب في الماضي وكان فيه طبيب يوناني بيدي الناس دي الإيرا بتاعة المضادات الحقيقة فكان بيدي مضادات حقيقة فاكتشف بالصدفة إن الناس اللي هي بتعني من القئة الدموي وتقرحات المعدة لأن ما كانش فيه مناظير وما كانش فيه حاجة بهذا الشكل كان الناس بيدي تتم اكتشافها في الجراحات يعني إن كان يعني حيلحقوه وبعدين سنة 1984 في واحد اسمه فارين ومارشل عملوا تجارب بهذا الشكل خدوا جائزة نوبل 2004 على النمط الغذائي وعلى هذه الجسمة يعني العالم فضل يكذب فيهم حتى 2004 ولقوا إن هي بتنتشر أكتر في ألبان المعز والحاجات اللي هي مش جيدة الطهي والخضار اللي مش مخصول جيدة ونصحوا فقط إن الواحد يتعامل بالنظافة زيها زي فكرة أمراض التسامم الغذائي والنزلات المعوية صحيح فإذا عشان نتجنبها محتاجين بس غسيل الإيد يعني جائحة كورونا يعني ثابت أثر في هذا المضوع حدث منها شوية جائحة كورونا خلاص خلت الناس تخاف بقينا نتكلم على الغسيل الإيد بقينا نتكلم على العادات الإديدة أو مش الجديدة العادات اللي احنا بنعزين نذكر بها الناس دائما اللي كثير من لنا بتجهلها اللي لازم نتبعها أصلا يعني اللي المفروض تبقى جزء مننا يعني صحيح فهي مشكلتها ليست بهذه الضروة ككلمة جرسومة مادة لكن هي أهم سبب لأمراض قرحة المادة لكن ملهاش علاقة بالقولون صحيح وملهاش علاقة بفكرة ارتجاع المريء لأن كثير من الناس بتظن أن ارتجاع المريء مرتبط لا ده للأسف الشديد الشفاء وعلاج الجرسومة يزيد أعراض ارتجاع المريء يزيد أعراض ارتجاع المريء يعني الشفاء من الجرسومة فيه 50% من البشر عاوزين بمناسبة يعني ذكر ارتجاع المريء عاوزين نتكلم أكتر عن ارتجاع المريء لأنه فيه ناس كتير قوي أو يعني عندها مشكلة أو بتعاني من ارتجاع المريء السبب فيه وهل اتباع نظامه غذائي جيد يعني يؤدي إلى الاستشفاء الحقيقة ارتجاع المريء دي 8 أسباب في الطب 8 أسباب بالظبط منهم 7 حقيقيين وسبب آخر غير حقيقي أو يعني ارتجاع المريء يعني الحمد اللي هو درجة البي اتش الحموضة الحمد اللي هو قد يزيب قطعة معدن اللي موجود في المعدة اللي احنا مش حاسين به الآن اللي هو عندنا احنا كلنا دلوقتي لو خرج من مكانه إلى المريء حسينة بالحمود اللي احنا بنكلم عليه أهم سببين ضعف في هذه العضلة ضعف في العضلة اللي بين المعدة وما بين المريء أو في تأف الحجاب الحجز ده أهم سببين من التمانية اللي احنا بنسكر الأكل نوعية الطعام مهمة جدا فيه أكل بيزود إفراز الحمد عكس ما احنا متخايدين الأكلات ما هي الأكلات اللي بتزود إفراز يبقى الأكل بند وليس كل البنود اللبن وكل مشتقاته اللي احنا بناخده عشان يضعي الحمد هو بيضعي علينا فعلا الشعور بالحمودة لكن يجيب لك نوبة حمد أعلى يو بيضعي لك الحمد دلوقتي لكن هيجيب لك نوبة الحمد لأن الحمد بيجي على هيئة نوبات اللبن وكل مشتقاته النعناع النعناع ده حاجة صحية ولا نختلف عليها وحلو جدا كمضاد أكسادة كمادة النعناع الطبيعي بس بيضعي بيخلي العضلة تفتح القهوة القهوة أفضل مانع سرطان فتة أفضل مانع سرطان اللي احتوقها على أكبر مركبات الفلافينوينز والبوليفينولز أفضل مانع سرطان القهوة بتزود لنا اللي احنا دايما ننصح الناس حتى بتمنع زبحة الصدرية بننصح الناس تجنب القهوة لو عندك ارتجاع مريء ولو عندك قرحة معدة التدخين تناول المسكنات الفيتامينات الامتلاء الشبع النوم بعد الأكل الحاجات اللي فيها زيت سمن وكل أنواع المحليات المقليات المخبوزات الحلويات الشربة الميها الغزاء العصير يبقى الأكل اننا هاخد دول الارتجاع يبقى السبب أربعة الناس اللي بتاخد بقى أدوية الازمو بيرازول البانتو برازول كل أومي برازول كل العائلة بتاعتنا اللي هي غيرت مصير قرحة المادة وأنهت فكرة ان احنا نشوف حد بقي دمو نتيجة القرحة أو مضاعفات قرحة المادة بظهورهم في التمانينات من القرن الماضي اننا لو مشيت عنهم فترة طويلة وجيت وقفتها مرة واحدة هيجيلي حمض شديد عشان كده قالوا ان احنا هنعمل لها فطام هنوقف هذه الأدوية ببطء شديد في حاجتين تانين فيهم نوع من الغربة الشفاء من جرسومة المادة في 50% بيزود لي إفراز الحمض ويدييني شعور بالحمودة عالي جدا ارتجاع العصارة المرارية بايل ريفلاكس عشان كده أو زيادة إفراز الجسترين من البانكرياس يبقى دول السبع أسباب اللي هم فيهم حمضة حقيقي في أسباب أخرى للشعور بالحمودة وعدم الراحة بس ما فيهمش ارتجاع يقيني دول أمراض في المريء التهاب المريء الإزينوفيد بيديني فرصة أن أحس أحياناً مش عارف قبلع وحساسيات الطعام وخلافه والجزء الثاني عادة من بساطة العضلة مرض اسمه أكاليزيا وأمراض أخرى بس هما دول أهم الشكل اللي فيهم يعني حاجت ذكرت أهم سبعة والسبب الثامن اللي هو ليس مؤكد هما دول الأزباع لكن يبقى دكتور محمد يبقى في النهاية كلمة السر في الاستشتاء هو الطعب يعني أنت أو أنت سيد قرارك فيما تأكل وأنت من يتحمل النتيجة في النهاية دكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي بكلية الطب أصر العيني جامعة القهيرة بنشكر حياك فندي معنا في صباح الخير شكراً شكراً نارتني دكتور بنشكرك لوجودك معنا